اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شدد المجلس الانتقالي الجنوبي على ضرورة قيام حكومة المناصفة باجراء صلاحات اقتصادية عاجلة تسهم في انعاش الوضع الاقتصادي للتخفيف من معاناة المواطنين واهب المجلس الانتقالي في اجتماعه برئاسة لواء احمد سعيد بن بريك بالحكومة سرعة اجراء هيكلة شاملة لعادد من المؤسسات الاقتصادية الرسمية والعليا وفقا لمبدأ المناصفة بين الشمال والجنوب بحسب اتفاق الرياض اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية لواركن فرج سلمين البحسني خلال لقائه وزير الدولة محافظة العاصمة عدن احمد حامد لملس على الاوضاع التنموية والخدمية بالعاصمة عدن وعلى رأسها قطاع الكهرباء وشدد البحسني على اهمية تعزيز الجوانب الامنية وضبط الجريمة قبل وقوعها بما يحاقق للعاصمة عدن المزيد من الاستقرار مجددا اهتمام مجلس القيادة الرئاسي بيعادا وتلبية متطلبات ابنائها قدمت المنقاومة الوطنية وبدعم من هيئة الهلال الاحمر الاماراتي مشروع اغاثة جديد وواسع في الساحل الغربي وقدمت الخلية الانسانية سلالا غذائية للأسر الاشد فقرا في مدرية ذباب بالتنسيق والتعاون مع سلطة المحلية وشخصيات الاجتماعية لضمان وصول المساعدات الى مستحقها ختام هذا الموجز اينما كنتم دمتم في امان الله